موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى عرض أهمي وأبرز ما في المواقع الأخبارية والصحفة العربية ضمن برنامجنا كوشكو الصحافة ميليشيا الحوثي في محافظة عمران تقدم على اقتحام منازل المواطنين ويقول موقع الموقع بوست أن ميليشيا الحوثي تقتحم المنازل في منطقة نجر وتختطف مواطنين وقالت مصادر محلية في محافظة عمران أن ميليشيا الحوثي والمخلوع داهمت منطقة نجر جنوب المدينة واختطفت شخصين وأوضحت المصادر أن المداهمة تمت منتصف الليل وسط ترويع النساء والأطفال بذريعة البحث عن مطلوبين حسب زعمهم وعملت على تفتيش المواطنين في النقطة القريبة من المنطقة وذكرت المصادر أن الميليشيا قامت باختطاف المواطن حسين محمد الدعلي من متجره فيما قامت بملاحقة عبدالله محسن عاطف وأطلقوا عليه الرصاصة قبل القفض عليه ولا زالت المداهمة مستمرة ويتابع الموقع المداهمة تعتبر السادسة على التوالي خلال أقل من شهر اختطفت خلالها العشرات من أبناء المنطقة وداهمة العديد من منازلهم أشجار سقطرة النادرة مهددة بالاحتراق ووفقا لموقع يمن مونتر فإن المواطنين في الجزيرة يلجأون إلى الاحتطاب الجائر للأشجار النادرة لاستخدامها وقودا بسبب عدم غاز الطبخ وهو ما يشكل خطرا على حياة البيئة داخل أرخبيل سقطرة وقال أحد سكان جزيرة سقطرة في تصريح خاص ليمن مونتر سكان الأرخبيل يصل عددهم إلى مائة ألف نسمة وكل منزل يحتاج في اليوم الواحد إلى أحراق من شجرة واحدة إلى ثلاث شجرات وناشد عدد من أبناء سقطرة عبر يمن مونتر الجهات المعنية وضع حد لمعاناتهم إثر غياب مادة غاز الطبخ ويتابع الموقع يوجد في سقطرة أكثر من ثمانمائة وخمسين شجرة نادرة لا توجد في مناطق أخرى في العالم وهنا أيضا محمد الأسعدي يكتب عن مديريته التي مزقها الوضع الاقتصادي المتردي ويقول في جزء من مقاله المنشور في المصدر أولاي زحفت قوى الموت على مديرية فرع العدين إب المتاخمة لاتهامه يحكمها الفقر والمرض والجهل منذ الأزل وها هي آثار الحرب كالنزح والبطالة والضيق سبل العيش تهجم على عزل وقرى المديرية بما فيها مسقط رأسي قرية الرمادي بعدد سكان يتجاوز مئة ألف نسمة مديرية فرع العدين أخذت من تهام الحديدة التهميش والحرمان ومن شرعب تعز التضاريس القاسية والجفاف ونسيت أن تأخذ من العدين إب الخير والم أن ابن هذه المديرية التي لم تكن في حال أفضل قط الناس في شتات دائم بين القربة الداخلية والخارجية بحثا عن لقمة عيش كريمة سنوات جفاف تعقبت وجعلت مياه الشرب في بعض القرى الجبلية الأغلى في العالم بحسب تقديرات أممية هناك نسب متدنية في التعليم وفارق في البنين والبنات علاوة على نسب عالية لتسرب من التعليم كما ترتفع معدلات زواج القصر بنين وبنات كنوع من الدفع بالمسؤولية من أسرة البنت إلى العريس باع الناس مدخراتهم وأثاث بيوتهم ولم تنتهي الأزمة ولم تنتهي الحرب عشت مرارة كهذه في أزمة في عقد التسعينيات عقب خروج المقتربين من السعودية وما ترتب على ذلك من أزمة معيشية خانقة اضطررنا لبيع أجهزتنا المنزلية كاملة لكي نوفر فقط مقابل المعيشة يا ويلي أي جحيم يعيشه الناس في قرية ومديرية بل في كل هذا الوطن على امتداده الشاسع ما يجري في الطريق من صنعاء إلى البيضاء حتى يصبح مصدرا لخوف الكثير من المواطنين ومضربا للمثل السيء في التنقلات ويقول موقع المشاهد أن الطريقة بات مسرحا لعمليات تعذيب واعتقالات ويضيف الموقع على الطريق الممتدة من مدينة رداع في البيضاء حتى آخر نقطة من المحافظة ذاتها باتجاه مديرية مراد التابعة لمحافظة مأرب يتعرض المسافرون للتعذيب والاعتقال من قبل مسلحي جماعة الحوثي المنتشرين على طول الطريق ويقول أحد سائقي حافلة النقل الجماعي التي تقل المسافرين من صنعاء إلى سيئون للمشاهد أن النقطة الأمنية التي يشرف عليها أبو غانم استوقفته مؤخرا واعتقلت أربعة عشر راكبا بمبرر أنهم يتبعون أحد الألوية العسكرية في حضر موت ويتابع السائق ولا أدري عن مصير أولئك المسافرين كما تم احتجازي لمدة أسبوعين كعقاب بسبب ما قالوا إنه نقل مسافرين مشتبهين مجموعة من طلاب أو من الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في الهند وفقا لموقع الصهاريج نيوز مهددون بالطرد من السكن الذي يقيمون فيه لعدم دفع الإيجارات ولعدم دفع الرسوم الجامعية حتى الآن وقال الطلاب في لافتاتهم الاحتجاجية أمام السفارة أنهم سيبقون في مقر السفارة إلى أن يتم إطلاق حقوقهم وقال المبتعثون برسالة موجهة إلى السفر اليمني في الهند ظروفنا المادية صعبة جدا وأهلنا في الداخل عاجزون عن دعمنا والديون تراكمت علينا موقع الاشتراك نت قال في صفحته الرئيسية أن مدير الأمن السياسي بحجة يوقف نشاط العيادات المتنقلة داخل المحافظة وفي مذكرة وجهها مدير الأمن السياسي إلى وكيل محافظة حجة لشؤون المنظمات ومدير مكتب الصحة في المحافظة تضمنت قرارا بإيقاف نشاط العيادات المتنقلة في المحافظة تحت دعوة أسباب أمنية خاصة ويتابع الموقع تعد العيادات المتنقلة مصدر استفادة كبيرة أو كبير للمواطنين في محافظة حجة في ظل تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية الصعبة وقال سكان محليون أن تصرفات كهذه تساعد في انتشار الأمراض والأوبئة بشكل مخيف الأمر الذي قد يسبب كارثة صحية خصوصا بعد توقف عمل المستشفيات الخاصة والحكومية بعد بعدة مدريات مطالبين بوقف مثل هذه الأعمال التي تتخذها الميليشيات بحق المواطنين في محافظة حجة ملفات ساخنة بين يدي الشرعية اليمنية تحت هذا العنوان كتب أحمد الضحياني مقاله المنشور في العرب الجديد وقال الكاتب لا ينكر أحد أن المقامة الشعبية والجيش الوطني في اليمن أسقطوا خلال عامين الرقصة المريحة بين الإرهاب والاستبداد الممثلين بجيش المخلوع صالح وجماعة الحوثيين المسلحة المدعومة من إيران كان العام 2016 عاما تعاقبت فيه سلسلة معارك التحرير في مختلف المحافظات فالمحافظة التي لم ينضج فيها مفهوم التحرير في كيان المجتمع نضج فيها جدوى إنهاء انقلاب على مستوى الضمير وشكلت كيانات لمناهضته والبدء بخطوات عملية كان العام 2016 على الرغم مما يشب المرحلة حافلا بالتقدم ففيه تقدم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مأرب والجوف ووصلوا إلى مشارف صنعاء في نهم وإلى مشارف صعدة في جبهة البقع وكتاف أما جبهة المريس والعود في الظالع وجبهة تعز والبيضاء فقد كانت جبهة استنزاف لطرفين انقلاب وبهما تدحرجت أهدافه أما ذمار والحديدة فقد انحكتا الانقلابيين في عمليات نوعية وكما إن أصابتهم بذعر وخوف شديد على مستوى الخيار العسكري حققت الشرعية اليمنية في عام 2016 إنجازات وأخفقت في أمور أخرى وعلى المستوى السياسي والحكومي استطاعت الشرعية أن تحافظ على دعم التحالف العربي ومساندته خلال العام 2016 وكسبت مواصلة دعمه ومساندته لاستكمال عملية التحرير كما استطاعت الشرعية امتصاص ضغوط دولية من أجل الحوار مع طرفين انقلاب وخاضت جولة مفاوضات الكويت وأظهرت حقيقة الانقلابيين برفضهم السلام والحل السياسي المستند للمرجعيات نذهب إلى أهم الأخبار التي وردت في موقع المصدر أونلاين دبلوماسي خليجي الحوثي وصالح رفضا تسمية ممثليهم لاجتماع ظهران الجنوب حيث قال دبلوماسي خليجي أن الحوثيين والرئيس المخلوع لم يوافقوا حتى هذه اللحظة على تسمية ممثليهم في اجتماع لجنة التنسيق والتهدئة في ظهران جنوب السعودية وأكد المسؤول في رسالة جوابية على سؤال حول جدية مشاركة الحوثيين وإلى أين وصل التنسيق للاجتماع أن وفد الحكومة الشرعية اليمنية جاهز في الوقت الذي رفض فيه الانقلابيون تسمية موفدهم أو موفدا لهم ويتابع الموقع الاجتماع الذي أعلن عنه الأسبوع أو أعلن عنه الأسبوع الفائد في الرياض لدى انعقاد اللجنة الربعية كان بحضور وزراء خارجية أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات ومشاركة الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان ومبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن ونقرأ من موقع عدن تايم الذي تابع عددا من الموضوعات منها مقابر كبرى تكشف حجم خسائر الحوثيين وأكدت مصادر قيام ميليشيا الحوثي الإنقلابية بافتتاح مقبرة جديدة هي الأكبر من حيث المساحة في محافظة ذمار الواقعة جنوب العاصمة صنعاء وبحسب مصادر محلية فإن ميليشيات الحوثي قامت بافتتاح مقبرة كبرى شمال مدينة ذمار تتجاوز مساحتها 2 كيلو مربع وأن الحوثيين قاموا خلال اليومين الماضيين لدفن عدد كبير من قتلاهم من أبناء محافظة دمار الذين سقطوا في عدة جبهات أبرزها نهم وتعز وأكد مصدر مطلع في وزارة الأوقاف أن وزير الأوقاف المعين من قبل الحوثيين قد بدأ أولى مهامه بالتوجيه بزيادة المبالغ المخصصة لبناء مقابر جديدة وذلك على حساب نفقات تشغيلية ومشاريع أخرى تم توقيفها وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحفة العربية نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا صحيفة العرب الجديد عنوانت في إحدى صفحاتها الحوثيون يعدمون أسرى في تعز وتقدموا للشرعية في صنعاء وكشف الجيش اليمني عن قيام قوات وميليشيات الانقلاب بإعدام عدد من الأسرى في محافظة تعز جنوب اليمن وأوضح المسؤول الإعلامي في جبهة الأقروض جنوب تعز عبدالله ناجي للعرب الجديد أن الميليشيات الانقلابية ارتكبت جريمة بحق ثلاثة من أسرى الجيش الوطني وقعوا بيدها خلال معارك كسر هجوم الميليشيات الانقلابية على مواقع الجيش الثلاثة الماضي وأضاف كان من المفترض إجراء عملية تبادل الأسرى بين قوات اللواء 35 مدرع والانقلابين لأن الحوثيين أفشلوا هذه العملية وقاموا بإعدام ثلاثة من الأسرى وهم بلال علي عبدالله رائد ومحمد عبدالسيف وعبدالغني حميد وطبقا لعبدالله ناجي بعد أن بلغ خبر حادثة إعدام الأسرى قررت القيادة استدعاء قوة من الجنود لتقوم بالسيطرة على موقع الميليشيات الذي تمت فيه عملية الإعدام حيث نفذت عملية عسكرية استهدفت موقع الميليشيات في منطقة خوف في جبهة الأقروض لانتشال جثث الأسرى صحيفة الخليج كشفت في منظمة أو عن منظمة يمنية غير حكومية عند العاصمة المؤقتة عدن شهدت خلال العام المنتهي 2016 اعتقال أربعمائة شخص وإخفاء مئة مئة آخرين فيما تم ترحيل ألفين يمني إلى المحافظات الشمالية وذكرت مؤسسة خليج عدن للإعلام أن عدد المعتقلين في السجن المركزي بحي المنصور عدن بلغ 425 معتقلا بينهم 30 مختلا عقليا و15 متهما بقضايا جنائية بينما تجاوز عدد حالات الإخفاء القصري مئة حالة ووفقا للملخص أو لملخص تقرير صادر عن المؤسسة نفذ المعتقلون عددا من الفعاليات الاحتجاجية نتيجة لأوضاعهم السيئة مطالبين بتحسين الأوضاع وأطلاق صراح من لم تثبت إدانتهم وصدرت بحقهم توجهات تقضي بالإفراج عنهم صحيفة الاتحاد الإماراتية عنونت تحذيرات من مجاعة بين نازح حجة ألينة التنسيقية في إقليم تهامة في إقليم تهامة حذرت من كارثة إنسانية تعصف بنازحي محافظة حجة في ظل انعدام المساعدات الغذائية وأكدت اللجنة في بلاغ صادر عنها أن هناك كارثة مجاعة وتشرد تعصف بنازحي حجة على رأسهم أبناء مناطق حرض وميدي وبكيل المير وحيران ومستبى وعبس عقب تهجيرهم قصرا من قبل ميليشي الحوث والمخلوع وتحويل مدنهم إلى ساحة حرب ودعا رئيس اللجنة عبدالله أبو الغيث المنظمات الإغاثية الدولية والمحلية إلى سرعة إغاثة وإنقاذ النازحين قبل أن تتفاقم المأساة والكارثة بحق النازحين في حجة محطة عمان تحت هذا العنوان كتب صادق ناشر مقاله المنشور في صحيفة الخليج وقال في جزء منه الأنباء المتداولة تشير إلى أن العاصمة الأردنية عمان قد تكون المحطة الأخيرة في مسار المفاوضات التي يمكن أن تفضي إلى حلحلة الأزمة المستحكمة بين السياسيين الذين حولوا البلاد إلى حطام فالبنية التحتية باتت مدمرة وأوضاع الناس الاقتصادية في الحضيض بعد أن عجز من يحكمون على الأرض عن دفع رواتب ما يقرب من مليون موظف يعيلون أكثر من ستة ملايين شخص ناهيك عن ارتفاع المعيشة إلى أقصى حد يمكن للمواطن تحمله كل هذه القضايا إضافة إلى رغبة الكثير من القوى الإقليمية والدولية في وضع حد للحرب المدمرة المتمردون لا زال يشعلون الحرائق في كل مكان تصل أيديهم إليها بخاصة في تعز التي لا زال يمطرونها بالقذائف بشكل يومي واتباع سياسة الأرض المحروقة في مناطق أخرى مثل الجوف وصرواح بمأرب وغيرها من المناطق من الواضح أن هناك أطراف لا تريد للحرب أن تضع أوزارها فقد أفرزت الأحداث أمراء حرب استفادوا من بقاء البلاد مشتعلة بالنار والبارود كما استفادوا من السوق السوداء للمشتقات النفطية وأثر الكثير من قادة التمرد بشكل مخيف وأقدموا على اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها إعاقة الجهود نحو تحقيق السلام مثل تشكيل المجلس السياسي الأعلى وحكومة وكلها عوامل وضعت العصية في دواليب الأزمة فزادتها احتقاناً ومنعت من وصول المتفاوضين إلى حلول توافقية حقيقية تابعت صحيفة البيان مجريات الحل السياسي والجهود الدبلوماسية وقالت في عنوان لها تعديل وفق المرجعيات في خارطة الحل اليمني وقالت الصحيفة تبلورت نتاج اجتماع رباعية اليمن الذي عقد في الرياض قبل أسبوعين بصيغة جديدة معدلة من خارطة الطريقة الأممية حضيت بموافقة مبدئية من الحكومة الشرعية في انتظار الإعلان الرسمي عن تسلم الصيغة الجديدة التي سيقدمها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد وذكرت مصادر حكومية للبيان أن الشرعية أبلغت ولد الشيخ موافقتها على الصيغة الجديدة بعد إدخال تعديلات وضعت أساسا جديدة أو جيدة للسلام والتزمت بالمرجعيات الثلاث المتفق عليها أو المتفق بشأنها وبحسب المصادر فأن الخطة الجديدة تؤدي إلى إنهاء الانقلاب وانسحاب الميليشيات وتسلم الأسلحة قبل الانتقال إلى المسار السياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية صحيفة القدس العربي وضمن الأخبار الأكثر تداولا عنوانت كلبة بوتين تحضر معه في الاستقبالات الرسمية وتقول الصحيفة الكلاب هي الحيوان المفضل عند الرئيس الروسي في لادمير بوتين كلبته الشقراء يومي تظهر معه خلال الاستقبالات الرسمية وتضيف الصحيفة يقتني بوتين إضافة إلى يومي كلبا بلجيكيا من فصيلة شبارد وأطلق عليه اسم بافي بعدما منحه إياه الرئيس البلغاري وتضيف أيضا الكلب يومي حصل عليها بوتين كهدية من الحكومة اليابانية عام 2012 تقديرا على إرسال موسكو مساعدات لولاية أكياتا التي تعرضت لزلزال عام 2011 وظهرت معه في مناسبتين علنيتين الأولى عند استقباله رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والثانية قبل أسبوعين عند استقباله إعلاميين يابانيين في موسكو في مقالات صحيفة القدس تحدث أحدها حول واحدة من أهم قلاع محافظة تعز وهي قلعة الدملؤة الواقعة في منطقة السلو وقالت سعاد الدحابي في جزء من مقالها لا تزال القلعة شاهدة على تاريخ اليمن رغم ما أصابها من دمار بسبب الإهمال وما تعرضت له من عوامل الزمن كالأمطار والرياح فهي لم تنل أي اهتمام من المنظمات العاملة على إحياء التراث المعماري التي كان لها فضل في ترميم قلعة القاهرة وغيرها من آثار اليمن كما لم تن العناية من الحكومات المتعاقبة على حكم اليمن الذي لم يخل من صراع على السلطة فالقلعة أهملت وصار الوصول إليها لا يخلو من مشقة بسبب تهدم مدرجاتها التي نحتت من الصخر الصلب وفي الحرب اليمنية الأخيرة يحاول الحوثيون الوصول للقلعة ويستميتون في الاستيلاء عليها وقد اتخذوا سلسلة من الإجراءات في طريقهم حيث تم ترحيل كثير من سكان القرى الواقعة في الطريق إلى القلعة غير أن رجال الجيش الوطني والمقاومة يتصدون لهجمات الحوثيين ولا تزال المعارك دائرة في جبهات الصلو التي تطل عليها قلعة الدملؤة من ارتفاع شاهق منتظرة أن تهدأ الحرب لتجد يد العناية والصون وتعود واجهة من واجهات اليمن ببنائها المعماري الذي قل وجوده تواجه أشجار سقطرة تحديا حقيقيا حيث يلجأ إليها البعض للاحتطاب منها عقب أزمة الغاز المنزلي ما يسبب كارثة للتنوع البيئي مجموعة من الصور لأشجار سقطرة نعرضها في جولتني المصورة وقد وردت في العديد من المواقع والصحف نتابع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بهذه المجموعة من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة نتابع مجموعة من رسوم الكاريكاتور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر